بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معدنا مع المحاضرة رقم 6 من محاضرات برنامج الالتيام ديزاينر كرس تصميم الدوائر او اللوحات الالكترونية BCB او Printed Circuit Board معاكم شريف فتح محمد هندست الميكاترونيكس جامعة طنطة النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض اللي احنا اشتغلنا عليه المحاضرات اللي فاتت ولكن هنعمل يعني لوحة الالكترونية جديدة اول مرة نشتغل عليها وهو فكرة ان انا اقدر اعمل Control اتحكم في موتور من خلال الرلي هيكون عبارة عن DC موتور هتحكم في الموتور يعني من خلال الاتجاه بتاع الموتور سواء مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة وفي نفس الوقت كمان هتحكم في السرعة يعني اقدر ادي للموتور خمسة فولت فتكون السرعة بتاعته معقولة نسبيا ادينه 12 فولت السرعة تزيد يبقى كل الفكرة ان انا هقدر اتحكم في الموتور اعمل Control على موتور من خلال اللوحة الالكترونية باستخدام الرلي اللي هو الرلي الازرق المشهور اللي هو خمسة بل بيشتغل ب 12 فولت هقدر اتحكم في ال طبعا الموتور هيكون البديل بتاع وهركب هيدر او روزيتا اللي بتاعت الموتور يعني وبعدين بالنسبة لل 12 فولت وال 5 فولت والجراون دي يعني هيكونوا على روزيتا وهيكونوا على هيدر هنعرف طبعا الكمبوننت اللي احنا نشتغل عليها المشروع هيكون كالتالي عشان بس مش عايزين نتخيل يعني هقول له فايل وعايز اعمل open project وبعدين هروح على browse من هنا وبعدين اقول له على الديسكتوب عندي مجموعة من البروجيكت يعني اعتقد اننا عملتلكه upload ل7 8 0 5 و dc dc underscore dc converter والir sensor كل ده احنا عملنا له يعني upload الفترة اللي فاتت هنروح بقى على single motor هو ده ونبدأ نشغل البروجيكت بتاعه ونتعلم ازاي نعمل الموتور ده الاول نبص بس كده على شكل الدايرة عاملة ازاي هو ده اللي احنا هنوصل له ان شاء الله بالتفصيل نفس الدزاين ده هنوصل له بعد شوية وده السري دي بتاعه من view اقول له عايز السري دي بتاعه هو ده السري دي مودل هو ده طبعا اضغط على shift مع click يمين علشان اروح ابص على الدايرة دي الروزيتة بتاعت الموتور يبقى هنا هقدر ركب الموتور بتاعي الكابلين بتوه وبعدين هنا ده الباور ده الجزء بتاع الهيدر هنا هركب هيدر بتلاتة بين 12 فولت طبعا وخمسة فولت وبعدين عندي تلاتة ريلي اتنين ريلي مسؤولين عن الدايريكشن واحد يعني والتاني واحد والتاني والتالت عشان خاطر الاسبيت ومجموعة من المقاومات تمام علشان خاطر السويتشات بتاعتي او البوش بوتونز بتاعتي سويتش وان وطو وسريو هنعرف استخدامهم ايه دلوقتي وعندي تلاتة دايود للحماية الهدف من الدايرد هو الحماية علشان خاطر الريلي بيخرج منه طيار يعني بيسموه الطيار الراجع وبعدين اليو لن الفين وثلاثة اي بيكون عبارة عن بين الانبوت والتانية الانبوت فلو كان دا اين وان فده اوتبوت ايه وان انتو اوتبوت وهكذا هنعرف طبعا الكلام دا من خلال الديزاين هنعمل الكلام دا مع بعض حالا هنروح على الديزاين بتاعنا الاسكماتيك ونبدأ نتعرف على الفكرة ماشية ازاي قلنا الهيدر هيكون عبارة عن تلاتة بين هنجيب هيدر بتلاتة بين اي بين منهم براحتك بقى دي الخمسة فولت بتاعتي ودي الاثناشر فولت وبعدين الجراوند طبعا اكيد السؤال اللي هتسأله هو انت ليه هتشتغل بخمسة فولت واثناشر فولت وجراوند ليه خمسة واثناشر ما هو خمسة علشان خاطر سرعة واثناشر علشان خاطر سرعة تانية يبقى عندي سرعتين بقدر ابدل ما بينهم بابدل ما بين الخمسة والاثناشر الخمسة سرعة معقولة شوية والاثناشر سرعة اعلى وطبعا الجراوند عشان خاطر اي بطارية بتكون جاية بتارفين بتكون يعني فيها الكوتبين بتوها فده بالنسبة للجزء بتاع الهيدر نروح بقى على سويتش ده عبارة عن طبعا طالما متوصل بخمسة فولت وتحت متوصل المقاومة اهو لو انت ما ضغطتش عليه الخمسة فولت مش هيتوصله يبقى انا كده ما عنديش اي اتصال خالص الدايرة بتاعتي اوبن سيركت طب اول ما اضغط على البوش بوتون ده اللي لا يحصل الخمسة فولت هيوصلوا يوصلوا للإيه للإمبوت الاول او الإمبوت التاني او الإمبوت التالت يبقى انا عندي كام إمبوت عندي وثلاثة ايه اقدر اشغال بيه اتنين موتور وهي البقى كمان معي او اتنين يبقى انا ااخد واحد وثلاثة لأول موتور اربعة وخمسة وستة للموتور التاني هتبقى معي سبعة وثمانية يبقى كده انا فهمت فايدة الـ فلو وصل هنا الفولت هنا بتاعي اقدر من ناحية تاني اطلع هنا اوتبوت بتاع يبقى اي مرتبطة باي 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 ده الـ مرتبط باي 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 اوتبوت مرتبط باي باي اوتبوت سري مرتبط باي باي والباقي انا عملت له تب ليه عملت له اني مش محتاجه قفلت و لغيته اللي هو اي اربعة وخمسة وستة وسبعة وخلي بالك من حاجة مهمة جدا الـ ULN 2003 اي بيشتغل بالـ 12 يبدأ عبارة عن IC لما تيجي تشتري تقول له عايز ULN 2003 اي طبعا نقدر نروح نشتري من اي مكان عادي جدا هقول له انا عايز الـ اي سي ده اهو هروح على جوجل كده وقول عايز ULN 2003 2003 اي وروح ادور عليه شكله عامل ازاي هو ده هو ده شكل الـ IC يا جماعة اسمه ULN 2003 اي اللي هو متركب ده متركب عندي في الـ بيس دي هو ده اسم ULN 2003 اي ده شكله فعلا هو ده اه وبيقول لك حتى الطريقة بتاعته شغال ازاي ده هنا ground وهنا طبعا يكون بالنسبة لي الكم ده وال VCC بتاعي ومن اول input 1 لحد input 7 ومن اول output 1 لحد output 7 وده شكل من جوه عاملة ازاي ده شكل من جوه بشكل مبسط يعني عاملة ازاي يبقى كده الفكرة بتاعتي ماشية ازاي وإيه لا يحصل بالزبط نروح نكمل شغلنا ده بالنسبة لل ULN contest وزي ما اتفقنا يفضل يكون على бок متاعتي تكون كبيرة شوية لانك انتشغال ال ل فانت كده مش عايز يعني يحصل للطيار ويحصل خالص كل الطير هيمشي في الاتجاه اللي هو الخاص بال ULN مش هينزل تحت ليه لان نحن عندك مقاومة على file 10 k ف هنا كفائة عليها واحد كيم واصلة بمين بالجراوند وطالما المقاومة واصلة بالجراوند تبقى بول داون اما لو كانت المقاومة واصلة على ال في سي سي هتكون بول اوب يعني الكلام ده بيزيكس المفروض حضرتك تكون عارفة سواء من الكورس بتاع الدكتور وليد عيسا كورس الالكترونيات المشهور لو ميت محاضرة يريد تطلع عليه قبل ما تروح تبص على الفيديوهات بتاعة الالتي عشان تكون فاهم يعني ايه سيركت تكون فاهم يعني الالكترونيكس بتاعتي اللي بيشتغل بيا فايدتها ايه يعني مقاومة يعني مكسف يعني ايه روزيتا يعني ايه بوش بوتن ايه الخمسة فولت والفي سي سي والجراوند والحاجات دي كلها المصطلحات دي لو كانت غريبة عليك شوية يا ريت تروح تزاكر الجزء بتاع الايه كورس الالكترونيكس بتاع الدكتور وليد عيسا الفلسطيني كورس مشهور جدا على اليوتيوب طيب انا كده اصبح عندي ثلاثة اوتبوت 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 الابرة بتاعت الرلي هتلقط لان الرلي عندي مكون من كان بين اتنين بين الكويل وتلاتة بين علشان خاطر السيركت بتاعتي فده بيسموه وكأنني بعمل عملية عزل الجزء ده دي سي اما الجزء ده ممكن يكون دي سي عادي او اي سي براحتك زي ما انت عايز فهو ده فايدة الرلي يبقى اول ما الكويل ده يوصل له طيار هيحصل هنا ماجنيتك فيلد يبدأ يسحب الابرة دي الريش الزغير دي يبدأ يسحبها اصلا كانت واصلة مين بمين كانت واصلة اهو بالنورمالي كلوز لا دلوقتي الكمون ده هيوصل بالنورمالي ايه بالنورمالي اوبن يبقى عندي ثلاتة بين نورمالي اوبن نورمالي كلوز كومون ده اللي يحصل في حالة ان هو يكون موجود ماجنيتك فيلد على مين على الكويل بتاعي طبعا كده وصله من هنا 12 فولت وصله من هنا الجراوند بتاعه فالكويل كده ايه اشتنى طب ايه ليه انت عامل الدايود مقلوب لما وده الكاثد واصل بالانود صح الكاثد واصل بالانود يبقى انت قالب الدايود مش موصله التوصيلة الطبيع بتاعته انت قلبه طب ليه قلبه علشان خاطر ده عبارة عن يونري دايريكشن بيقدر يوصل الطيار في اتجاه واحد صح كده ده دايود رقمه كان اربعة زيرو زيرو واحد يبقى خلي بالك الدايود ده وظيفته ايه علشان يقدر يعني يهرب الطيار المرتاد يحصل وكأنه لوب كده ما تروحش المين ما تروحش للجزء اللي هو قبل الرلاي ما يروحش على ال ULN يبوزه او يروح اصلا على المايكرو كنترولر يعني يبوزه يبقى الطيار المرتاد دا بيطلع امتى بيطلع لما الموتور يطفي لما الموتور يطفي طبعا هنا في كويل مزاق في طيار مزال موجودة على الكويل وكمان في طيار موجودة على الموتور فممكن يرجع كطيار مرتاد او طيار راجع يبوز لك ايه الدنيا كلها يحرق المايكرو كنترولر فلازم خلي بالك فيه ناس بتوصل الضيط غلط وصلوا معدول لا غلط وصلوا مقلوب الكاثد بتاعه اهو مع مين مع الانو دلوقت ايه الفي سي سي بتاعه الو 12 فولت ده بالنسبة للايه الرلاي الاول والتاني والتالت نفس التوصيلة تماما بس خلي بالك بقى الموتور اهو بص كده الموتور البن الاولى واصلة بمين واصلة بالجراوند طب والبن التانية واصلة اكيد بالجراوند باردة تقول لي ليه لان باي دفولت ايه اللي بيحصل الموتور ده مش شغال فواصل هنا جراوند وواصل هنا جراوند طب هنفترض ان هنا وصلوا من هنا ايه خلاص الكويل ده اشتغله فالقبرة هيتغير مصارها بدل ما كانت واصلة بالجراوند اللي هتوصل بمين هتوصل على البن دي طب البن دي واصلة بي دفولت بمين كده انزل واصلة بي دفولت بالريليه التاني وفي نفس الوقت واصلة بمين بال خمسى فولت؟! يبقى خلي بالك الرليه التالت ده انا بوصله بطريقة غريبة شوية! بوصل النورملي كلوز بالخمسة فولت يبقى بي دفولت التو اللي ي事طغلوا خمسة فولت يبقى دي السرع التباية بتاعتي الا لو غيرت باع الابرة دي وراحت في المصاري التاني فهيتشتغل بالاثناشر فولت. يبقى دي اول سرعة ودي تاني سرعة. دي سرعة بطيئة ودي سرعة ايه اسرع شوي. يبقى ده الفكرة بتاعتها. يبقى بايد فولت لو انت ضغط على البوش بوتون اللي يحصل الكويل ده هيلقت صح? هيشغل مين? هيشغل هيشغل الابرة بتاعت دي. فبدل ما كان واصل بالجراوند بايد فولت اللي هيكون واصل بمين? بالخمسة فولت. نفس الكلام بالنسبة للطرف ده. يبقى كده واصل لي مع خمسة فولت سواء هنا او هنا برضو هنا نفس الكلام اهو. بص كده اهو. ده الكويل بتاعي خلصت منه تعال بص هنا بايد فولت واصل بمين بالجراوند. طب لو الابرة لقطت يبقى توصل بمين بالخمسة فولت برضو تحت اهو بايد فولت. الا بقى لو حضرتك ضغط زرارين مع بعض. يعني ضغطت مين مع مين? ضغط السويتش ده او السويتش ده ما دول بقى مسؤولين عن الدياريكشن. اما امبوت اللي هو السري ده. اللي هو السويتش الاول ده. لو ضغطت عليه مع اي واحدة من دول ايه لا يحصل? ما دول لازم واحدة يتضغط عليها. علشان اقدر خلي يعني الطيار يشتغل سواء كلوك وايز او انتي كلوك وايز. يا اسف البوتور يشتغل كلوك وايز او انتي كلوك وايز. مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. تعال نبص بقى على ده ده وظيفته ايه السويتش ده او ده بص كده. ده الانبوت سري او الانبوت سري او الانبوت سري او يطلع منه اوت بوت سري او هو ده. ما له بقى ده قالك ده بص بيغير ما بين حاجتين. ما بين النور ملي كلوز اللي هو الخامسة فولت والنور ملي اوبن اللي هو كام اتناشر فولت. فيقدر يبدل ما بين السرعتين دول الخمسة والاييه والتناشر. وبالتالي لو ضغطت على السويتش الاول ده اللي يحصل لو ضغطت على السويتش الاول او البوش بوتون الاول ده السرعة بتاعتي هتتغير من خمسة فولت الى اتناشر فولت بس كده يبقى انا كل الفكرة عندي الرليا الاول ده مسؤول عن اتجاه الرليا التاني مسؤول عن الاتجاه العكسي بتاع الرليا الاول امر ليه التالت مسؤول عن تغيير السرعة بين خمسة واثناشر فولت هو ده شكل الدايرة طبعا في ناسة يعني انا عارف قبل ما تقولي هتقولي ان الدايرة دي بدائية شوية يعني الكنترول بيعتمد على الشغل المانيول بس انا اكيد بحتاجه في شغلي يعني ليه تطبيقات وليه أبليكيشنز طبعا انت ممكن تروح تشيل البوش بوتونز دي وتوصلها مثلا بمايكرو كنترولر تقدر توصلها بوردوينو فلو بعت لك هنا خمسة فولت او هنا او هنا اقدر ان انا اشغل ال ULN وبالتالي اقدر اتحكم في الرلي يبقى الجزء ده قابل للتعديل بس دي فعلا زي ما انت قلت هي دايرة مانيول دايرة يدوية اقدر اتحكم في اتجاه الموتور وصرعته من خلال البوش بوتونز او السويتشز يبقى دي الدائلة اللي نعايز اعملها بالتفصيل وطبعا هنبدأ نصورها بس كده علشان خاطر نروح نشتغل عليها هي دي الدائرة واقدر بقى خلاص انا لو انا مش عايز حاجة من ده اروح اقول له كلوز للبروجيكت كلك يمين وقل له عايز اعمل كلوز لمين للبروجيكت بتاعي فخلاص كده ما عنديش اي بروجيكت بعد لما فهمنا السيركت بتاعتنا وقل له ان يو عايز بروجيكت جديد سميها زي ما انت عايز اسميها مثلا دي سي موتور انت حر براحتك يبقى اروح على الوكال واقول له عايز امبت طبعا واسميها دي سي موتور بس طبعا اوعى تنسى تاخد الاسم ده كوبي بيست كلك يمين واقول له عايز كوبي من الاسم ده وبعدين اروح على الديسكتوب اهو من هنا واروح اخزن الكلام ده في مكان معين اهو اذا اللوكيشن بتاع البروجيكت هقول له على الديسكتوب وقول له كرييت يبقى اصبح عندي بروجيكت اسمه دي سي موتور طبعا زي ما اتفقنا احنا بقى مش محتاجين بقى نشرح الكلام ده مرة واثنين وثلاثة وعشر ادي البروجيكت بتاعي مفهوش غير ملف واحد اللي هو ملف البروجيكت بس هو ده اوعى تنسى تقول له انا عايز اعمل من هنا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اللي بي فولدر واسميه اللي بي وحط فيه بقى اللي بروجيكت من المحاضرة اللي فات التاريخ اللي برز بات الالتيم مواجودة في الني برنا اللي بريجيكت اللذي موجودة معك كلها هي ديت. هروح طبعا سحبها كده من هنا. هواعمل لها موف براحتك. مش هعمل لها موف هنعمل لها كوبي. هقول له كوبي. واروح هقول له هنا ايه? هقول له هنا بس. دي اللايبر بتاعتي. وبعدين طبعا اوعى تنسى ان انا محتاج الديسي موتور ده كاسم واه هعمل اقول له رينيم. وكليك يمينو كوبي. بس محتاج اسم الديسي موتور ده علشان هشتغل بيه. يبقى اصبح عندك لايبر. هقف على البروجيكت كليك يمينو وقول له عايز اد نيو اسكماتيك. وبعدين عايز اد نيو بي سي بي. تمام. لحد هزيل لحظة كده الدنيا كده شغالة تمام. طبعا اوعى تنسى تعمل سيف اول للشغل بتاعك. وتقول له الكلام ده هيكون اسكماتيك اهو. البي سي بي ليه اسم نفس الاسم طبعا. وبعدين برضو هتديره نفس الاسم اهو. هقول له دي سي موتور اسكماتيك اهو. يبقى الدنيا كده شغالة معايا كده تمام. طيب انت عايز اي بقى. انا كل اللينا عايزه عايز اروح اعمل بي سي بي. واسكماتيك لايبري اهو. كليك كيمين واد بي سي بي لي بري وسكماتيك لايبري اي دي واحدة. منهم. وطبعا لو الدنيا بازت منك زي ما اتفقنا بروح على الاسم اللي تحت. واروقول له عايز البروجيكت بتاعتي اي. ها فينا برضو كليك كيمين. اد نيو بي سي بي لايبري. وابدأ بقى اشتغل على اللي بريز اللي انا محتاجة واحدة واحدة. طبعا هروح على البروجيكت هنا. اهو. يبقى انا عندي الاتنين دول. كل اللي هعمله دلوقتي طبعا هروح هفتح بقى الشغل بتاعي. هو ده الشغل بتاعي اهو. ده الفولدر بتاعي. في البروجيكت اهو. البروجيكت اهو. والبي سي بي اهو. والسكماتيك اهو. واللايبريز اهم حاجة اللي بريز. خلي بارك. اللي بريز فين اهي. ادي اللي بري. اللي بري. انت اول حاجة محتاجة ايه محتاجة. ايه محتاجة. الفين وثلاثة ايه. او الفين وواحد ايه. الاتنين تقريبا زي بعض تماما انا شغل ده وشغل ده. هقول له عايز الفين وثلاثة ايه. اكستراكت. وكالعادة بقى اتفقنا نبص على الملف الاول ونشوف الدنيا ماشية ازاي. ادي الفين وثلاثة ايه. ده بي سي بي. هو ده فعلا مكون من ستاشر بين. اروح ابص هل ليه سري دي ولا لا. هتلاقي السري دي بتاعه يعني ما فيش سري دي. طيب مش مهم. هقول له عايز اتو دي. واروح ابص على الاسكماتيك. اهو مربوط بي او تمام. الدنيا شغالة تمام. مش محتاج بقى اروح اعمل الاد فوت برينت. كل اللي هعمل اروح اسحب الاسكماتيك داخل الاسكماتيك. وبعدين اسحب البي سي بي داخل البي سي بي. بس كده. طيب كليكي يمينو كلوز. كلوز بروجيكت. مش عايزه. اللي فات ده. ودونت صيف. برضو نفس الكلام. اروح افتح يقل لين الفين وواحد ايه. اكستراكت. وطبعا اول ما يشتغل معي اروح ابص بس كده عليه. الفين وواحد ايه هو ده. الفين وواحد ايه. نفس الكلام تقريبا بس اروح ابص هل لي بقى سري دي ولا نفس الكلام. سري دي. نفس الكلام تقريبا. ايه بقول له ده البي سي بي اهو. اروح اسحب البي سي بي ناحية البي سي بي اهو. وده الاسكيماتيك. طبعا يعني شغال اهو. واصل بالفوت برينت بتاعته. والدنيا كده شغالة تمام. هو ده اروح اسحبه ناحية الايه. الاسكيماتيك. وده كلوز مش عايزه خلاص. مش عايز البروجيكت ده. كلوز دونت صيف. وبعدين اروح خلاص كده تمام. عندي اتنين ريلي. ممكن اشغل ده او ده برحتك. اشغل مسلا ده. وقول له اكستراكت. خلاص بالموضوع بقى سهل خلاص. ده الرلي. اهو. نورمالي كلوز ونورمالي اوبن. ده اللي نحتاجه. وده البي سي بي بتاعه. طبعا ليه سري دي. اهو. سري دي اهو. اللي هو قلنا ايه? اللي هو الرلي الازرق. الرلي الازرق العادي ده. اهو. ده الرلي بتاعنا. طيب. يبقى ده الرلي كبي سي بي هو ده. بي سي بي بتاعه. واروح اسحب ده ده الاسكماتيك بتاعه. وخلاص ليه فود برينت بتاعته. اروح اوصلها بالاسكماتيك. اهو. حطها في الاسكماتيك اهو. وطبعا كالعادة مش عايز ده. اقوله. ده ده. اروح اجيب اللي بتاعه. ايه? الرلي التاني. اقوله اكستراكت. افتح ده. اقول نفس الكلام. نورمالي اوبن تحت. مش هيفرق. ونورمالي كلوز فوق. مش هيفرق برحضة. بس طبعا هنتغير في شكل الدزاين. فبلاش ده. بس يعني علشان انتبقى انت ايه معاك اللي اتنين. هقول له ده الاسكماتيك برضو لو انت عايزه اهو الاسكماتيك اهو بس انا مش هحتاجه على فكرة خليه معنا وخلاص وده البي سي بي هو ده البي سي بي واروح هحطه فين في البي سي بي تمام اقول له كلوز للبروجيكت ودوم تسيف محتاج ايه كمان انت عن بص كده على اللايبر بتاعتنا الكمباراتور مش محتاجه سبعة تمانية زيرو خمسة وزيرو ستة مش محتاجهم مكتبت الكي ام اتفقنا الكي ام دي مهمة اوي هقول له اكسترات دائما يعني دائما انشغلها بصراحة يا مكتبت الكي ام دي محتاجها كتير يعني هتلاقي فيها كمبوننس كسيرة اوي دي الميزة الحالو اللي فيه يا بس اول ما بتشتغل كده بتاخد وقت عشان تعمل لود يعني بس عادي يعني مش مشكلة خالص طبعا اروح ابص عليها طبعا ده الاسكماتيك بتاعها اروح اسحابها على طول اه اه من غير مفتاح حوالي حاجة وده مين وده البي سي بي بتاعها اهو ده البي سي بي وكلوز برضو كالعادة سي بياخد وقت زي ما اتفقنا علشان الام كي دي كبيرة شوية هقول له كلوز بروجيكت دونت سيف طبعا ممكن نقفل كل حاجة فوق كليك يمينو كلوز اول كلوز اول داكيموت واعمل سيف للشغل بتاعي سيف اروح افتح برضو بقية المكتبات دي مكتبة ال اي في ان دي مكتبة ايه البوتونشومتر مش عايزه ده ده اللد مش محتاج لد فعلا مش محتاج اللد ده خالص ده دي روزيتا ماشي هاتا ممكن نحتاجها ولا حاجة اقول له اكستراكت يبقى انا معي روزيتا معي اكتر من روزيتا دي روزيتا اهي باتنين بين دي لونها اخدر التانية كان لونها تقريبا يعني اورنج او حاجة افكركوا بشكلها عاملة ازاي او كانت رصاصي تقريبا يبقى دي الاسكماتيك بتاعتها والبي سي بي بتاعتها ده البي سي بي بتاعها اهو اروح اسحبه فوق وده الاسكماتيك بتاعها ومعاية تشغال اهو مش محتاج ان انا اوصل له فوت برينت والفوت برينت بتاعته شغالة تمام اروح اوصل ده مين بالاسكماتيك طبعا ده اول جزء بي بصعب عليها شوية بياخد مني شوية وقت المكتبات اللي اشتغل بيه اقول له طبعا فيه طرق تانية يعني في بعض الناس اتعلق على الفيديو ده فيه طرق تانية اسهل في عملية توصيل المكتبات اه ماشي ماشي مشكلة خاطئ كل الكلام ده على فكرة البرنامج ده فيه مزايا اكترا جدا تقدر توصل لنفس الشيء باكتر من طريقه فديه الطريقة السهلة بالنسبة لي انا باستخدامها كتير فمشتغل بيه عندك طريقة تانية ما عنديش مانع خالص برضو اكتبها لنا في الفيديوهات حطها لنا في كومنت كده نستفيد منها كلنا اروح بقى على السكماتيك بتاع بنبدأ نوصل اول حاجة محتاج اول حاجة خالص محتاج هيدر صح اوه تعال كده محتاج هيدر ادي هيدر بتاعه هيدر بكام بين التلاتة بين تعال نروح نسرش كده يعني تعال نروح على الكمبوننت بتاعتك من هنا ولو ما كانتش موجودة باجيبها من البانلز خلي بالك باجيبها منين من البانلز من هنا من تحت في عندي حاجه اسمها ايه اسمها بانل زي فبقول له عايز الكمبوننت ادي الكمبوننت بتاعتك ما تنساش انك اتبس تثبتها هتقول له عايزي بقى اقفل ده كده اقول له عايزي من الكمبوننت انا عايز المكتبة اللي فيها ام كي اروح ادور في الام كي ادي الام كي هي دي سمنها غريب شوية بس هي دي مالها بقى هقول له عايز هيدر يكون ثلاثة بين هيدر يكون ثلاثة بين قد هيدر بتلاتة تعال بس نأول نتأكد من شاكر بص توديو السري دي بتاعته اهو ده هو ده هو ده الهيدر بتلاتة لو انت عايز تشتغل بي هل في هيدر تاني بص كده طبعا مش هو ده اللي احنا محتاجينه خالص شايف كده اهو شو ده اللي يعني فيه حاجات كتيرة جدا تقدر تشتغل بيه لكن انا عايز اشتغل بهيدر بكام بتلاتة ده هيدر باتنين اللي هو الروزيتة ممكن نحتاجه بعد شوية خلاص اما تجي ناخد هيدر باتنين ده هنحتاجه بعد شوية صح بدل ما رجعتين اهو هلي هنا على جنب تعال نروح بقى ندور على هيدر باتلاتة هنقول له مثلا بلاش هيدر نقول له تيرمينل تيرمينل بيكون عنده حاجة تيرمينل كده مفيش تيرمينل تيرمينل في مكتبة الام كي لا مش موجودة خالص تيرمينل ده مش موجودة لأ مش شغالة خالص طيب تعال نروح بقى للمكتبة بتاعتنا اللي هو اسمها ايه مش دي كمان روزيتة تعال نبصوا عليها كده روزيتة بس دي بقى لها دي باتنين ايه باتنين بن زي دي يبقى تشتغل بديه تشتغل بديه انت حر تعال نشتغل بديه او بديه انت حر يبه دي باثنين بن ودي أيضا باثنين بن. لقاء لك اشتغل بداية بدي انت حار طبعاان انت عارف فقلابنا بينهم اللي فوق دي اللي احنا لسه جابناها من شوية Yani هاتف شكلها اكمل اختر لكن ديه كانت العيه اللي شكلها براحتك عايز n土 cetera trying to work with يشتغل بداية او ب confirmation انا ممكن اشتغل بدييه او بداية براحتك تعالا بقى نشتغل بداية اللي فوق اللي احنا لسه جابناها من شوية عشان ننوع بس كده. ده ال2 bin برضو لسه ما وصلتش لل3 bin هروح المسeler Europeans connectors اقول له عايز Title 3 bin. ادي板 بتلاتة بن. اقول له تلاتة بس كده. تلاتة. بثلاتة بن. اديدير ابثلاتة بن. فيش غيره. بس كده هو ده. يبقى يجيب الهدرة بتلاتة بن خلاص كده تمامه تعال بقى نوصل براحتك يعني البن 3.2 و 1 زي ما انت عايز انا عايز اخلي البن 3 بخمسة فولت و 2.2 بـ 12. يبقى هاجي كده قوله البن 3 دي احنا قلنا بكام او الوحدة بـ 5 و 12 يبقى خمسة و 12 حقفينا قلت ييمين وقلوا شخمسة قادي خمسة خلاصت منا اسكيب كليك يمين وقول له عايز اتناشر ادي اتناشر ايه? احطي انا اسكيب وبعد كده كنترول مع ال W اوصل ال اتناشر بالبن دي. فاضل الجراوند كليك يمين وقول له عايز الجراوند. بس ادي الجراوند اوه الجي اي اي دي. وابدأ اوصل كده خلاص خلصت. عايز تتأكد تقدر تسحب الجراوند كده بالدنيا كده شغالة تمام. اسحب الفق كده بالدنيا كده شغالة كده تمام. طبعا سيف اقول للشغل بتاعي. انا كده خلاص خلصت اول جزء بتاع الايه الهي ده. اروح بقى اجيب بقى مين? اجيب بوش بوتن. اسمه سويتش بوش بوتن. اجيبه من ال ايه? الديفايسز. هل موجود بقى في الام كيت عم اجرب? هقول له انا عايز بوش بوتن. بوش. هروح ابص كده عليه. في حاجة اسمها بوش بوتن لافيش. طب في حاجة اسمها اس دابريو. اس دابريو او سويتش. بس بص هتلاقي بس وشات كتيرة جدا شكلها كده غريب شوي. اهو ده بوش بوتن ده على فكرة. ده بوش بوتن باربعة بينة خلي بالك. صح كده? وفي باتنين بينة اهو. بس مالوش ايه مالوش الايه? التو دي بتاعه. ده بوش بوتن برضه شغال برضه. ده شغال وده شغال ده بتوبين وده باربعة بينة براحتك. زي ما انت عايز. عايز تجيب ده عايز تجيب ده. انت حر. مفيش اي مشاكل خالص. طيب. يبقى الموضوع بتاعك. عايز تجيب ده بص لو جبت ده باربعة بينة. خلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا. الاربعة بينة دول. هل اتا هتوصل الاربعة بينة كاملين? لأ طبعا. هوصل منهم اتنين. يبقى ده انا مش عايزه. عشان بس ما تلغبطش نفسك. اللي بقى لو عايز تشتغل بده ماشي. شغال. بس انا هشتغل بانو سويتش. هشتغل بشو. هشتغل بسويتش. اللي هو فيه. لا ده مش ده. لا مش هو ده. لا بلاش مكتبة الامكي. تعال نروح للمسيليميز ديفايسز. ديفايسز هو. واقول له عايز. اس دابلو. هو ده. لا مش ده برضو. هتلاقي مكتب عليه بوش بوتن. بي دابلو. بي بي بي. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده السويتش. هو ده. اروح ابص هو ده فعلا. باتنين ايه? باتنين بين. هو ده. يبا ده اللي هجيبه. اس دابلو بي بي. سويتش بوش بوت. هو ده. هو ده فعلا. واروح اوصله عادي بالخمسة فولت. يبقى اجيب ده كده على جنب كده خلاص. كونترول زد. اجيب ده بس كده على جنب. برضو. زعلان. اسحبه كده كله. اهو. في اي حتة. وتعالى نسحب ده كده بس على جنب علشان ايه? نوسع لأفسينا مساح. بس كده علمت عليه وسحبته كده على جنب كله. تعالى بقى نجيب ده بقى. ونعمل له ايه? نعمل له روتيت. روتيت يعني من مصطرة. اقف كده امسكه كده بالمصطرة. هجيب منه كم واحدة? تلاتة. دي واحدة. اين. تلاتة. طبعا الارر ده عشان التلاتة بنفس الاس بخلي بالك. اس علمت استفهام. اس علمت استفهام. اس علمت استفهام. وبعدين زي ما انت شايف اوصله بايه بالخمسة فولت بالفوق. يبقى اروح اجيب الخمسة فولت. كنترول سي وكنترول في. وابدأ اوصل هنا وبعدين ووصل هنا ووصل هنا اصحب ده كده للفوق واسحب ده كده للفوق وده كده تمام لفوق يبقى ده كده عندي الخامسة فولت ووصلين عندي بمين بالسويتش اللي هو البوش بوتون بتاعي التلاتة بوش بوتون وبعدين بعد لما خلص لازم اوصلهم بمين بالواحد كي مقاومة واحد كي بالجراوند اقدر اجيبها عادي من مكتبة الام كي بقى اي مكتبة الام كي فيها الكلام ده على فكرة اي دي مكتبة الام كي اي هقول له عايزي عايز مقاومة دي ار ادور عليها اقول له ار هي ديت لا هي دي مكتبة الام كي فيها ايه فيها مقاومات ربع وط اي ربع وط خلي بقى لك اوها تجيب مقاومة اكبر نص وط واحد وط اللي انا عايز ربع وط بس هي دي فيجيب المقاومة ديت اهي المنظر ده كده وابدأ ان انا اوصلها تحت اهو من هنا بس خليها على نفس الاستقامة يعني بس كده شايف الخط ده يبع نفس الاستقامة هنا وجيب منها كم واحدة جيب منها تلاتة ادي واحدة اتنين تلاتة وابدأ اوصلها عادي كنترول مع الدابليو عادي جدا كنترول مع الدابليو او سوري كنترول مع الدابليو لو غالبت اعمل كنترول زد ده تراجع كنترول مع الدابليو كنترول مع الدابليو وبعدين الجراوند بتاعي خلاص الجراوند معاك اهو جراوند اهو على المقاومة عشان تبقى بول داون جراوند على المقاومة عشان تبقى بول داون بتلاتة كده بول داون بس خلاص خلصت الايه السويتشات وااخد النقطة اللي ما بين السويتش والايه والمقاومة دايما في البول داون او البول باخد النقطة من هنا ما بين السويتش والايه والمقاومة. سويتش ومقاومة سويتش ومقاومة. اوصلها باليو اللي ان الفين وثلاثة ايه. اليو اللي ان الفين وثلاثة ايه اهو. هجيبه من هنا اهو هو ده. فيش غيره هو ده. اروح اجيبه وابدأ اسحابه وانزله هنا في الشغل بتاعي هنا. طبعا نخلي بالك. احنا قلنا في في الجزء ده. اركز كده شوية. واني انا شغال. هروح اوصل وان وانبوت وانبوت سري. طبعا هنا جراوند وهنا مين هنا الفي سي سي. يابه هنا اهو. ده الجراوند بتاعي يابه كليكي مين واروح اخلص من الجراوند على طول اهو. وبعدين هنا كليكي مين واروح اشتغل على ال ايه الفي سي سي ليه الاثناشر فولت. خلاص خلصت بس ايه? اروح اعمل روتيت. يابه ده الاثناشر وده ليه الجرام. البن الاولى هوصلها لأي سويتش انت حر براحتك بقى. مش لازم السويتش ده او ده او ده بس خليك فاكر. فيه اتنين سويتش خاصين بالديركشن. وفيه سويتش خاص بمين؟ خاص بالاود بالسبيد. في اتنين سويتش للديركشن وفيه سويتش للسبيد. طبعا ممكن ننزل بس ده سينة كده شوية لتحت. وابدأ بقى اوصل. البن الاولى اهي براحتك. البن الاولى هوصلها بالسويتش التالت ده انت حر. البن التانية طبعا سكيل كنترول دابلي ده بدا. تمام. وبعدين كنترول دابلي ده بدا. تمام كده. وصلنا التالت بالنات. سؤال بقى فين الاوتبوت? الاوتبوت اهو. طب هل انت محتاج دول في حاجة؟ محتاج من اول اربعة لحدة تمام يا لأ مش محتاجهم. يبقى اف كليك كبين هنا. وقول له عايز الايه الجينيريك ايه? نون ده مش عايزه. اهو ده. مش عايز ده ولا ده ولا ده ولا ده. والمقابل ليهم اربعة يبقى اربعة. وخمسة واحدة اربعة وخمسة وستة وسبعة. الولى البن نات كام تلاتاشر واثناشر و احداشر و عشر. فاضلك مين? فاضلك بقى الاوتبوت بتاعهم. او وان و او تو و او سري بتاعة الامبوت وان والامبوت يبقى انا كده ماشي كده تمام. الدنيا كده ما فيش اي مشاكل خالص. و ادي روزيتا بتاعة الموتور خليها في الاخر خالص. اروح بقى اشتغل على مين? اروح اشتغل على الجزء بتاع الايه? الرلي. هقول له عايز الجزء بتاع الرلي بقى. اجيب تلاتة رلي. وابدأ اوصلهم الاول اوصل الكويل بتاعهم بالضايود. يبقى اجيب رلي وضايود صح? هروح اجيب ضايود الاول. ورلي منين الرلي او من هنا? ادي الرلي بتاعي هو ده. ابص الاول بس على شكل هو ده فعلا. وليه السري دي بتاعته. وفعلا فيه النورمال ايه والنورمال ايه. يبقى هو ده. اروح اجيبه واخليه هنا. طيب تمام. نبعد بس كده الموتور كده شوية مش عايزي الموتور دلوقتي. ادي الرلي. اول حاجة بوصلها زي ما اتفعنا بروح اجيب الايه? اتضايود. اتضايود باجيه من من. واقول له عايز دايود. دي اي او. يجيب لك الديود اللي هو كام? رقمه كام? اربعة زيرو زيرو واحد صح كده? او اتأكد. اربعة زيرو زيرو واحد هو ده. هو ده الديود. ان اربعة زيرو زيرو واحد هو ده. اروح اجيبه وابدأ اوصله بس اوصله مقلوب. كده صح. هو ده. وابدأ اوصله بقى عادي جدا. يعني اجيب ده كده اهو. ممكن اوصله بالمنظر ده. كنترول مع الدابليو اوصل البنة دي بالبنة دي. تمام? والبنة دي. اروح اوصلها عادي جدا اهو. بالبنة دي. واروح اوصلها هنا باثناشر فولت. بس كده. كليكي مين واقول له عايز الاثناشر فولت. اوصلها كده. ايه بقى انا كده وصلت كده صح? هنتأكد برضو اهو. الضبط. فيش اي مشاكل خالص. ايه بقى انا كده وصلت اول ريليه. على فكرة ريليه التاني شبه. صح كده? ايه بقى ممكن اقول له كنترول سي و كنترول في. هاي الوقت. بعد لما سلكت طبعا. واجي كده اهو. احسلكت على ده. كنترول سي و كنترول في. واخلي اللي ايه التلاتة في نفس الحزة مع بعض. بس كده. واروح اجيب بقى الموتور بتاعي وابدأ ان انا ايه اوصل. بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا. مش احنا قلنا هنوصل الاول بامبوت ده. هوصله بامبوت وان. وده بتوع. وده بسريطة. ما اتعا نخلص اهو. اهو. ادي اول بالناية. تاني بالناية. والتالتة تحت ايه. ما نخلص الاول الجزء بتاع اليو اللين. عشان نركز في الريليه. يبقى ده الامبوت الاولنية اهي. اس في الاوتبوت الاولنية. وبعدين سكيب كنترول مع الدابليو. ودي الاوتبوت التانية اهي. وبعدين دي الاوتبوت التالتة كنترول مع الدابليو. عشان اعمل اجيب واير يعني. يبقى كده تمام. بس كده مش عايز اكتر من كده. حلو ايه. عايز يبقى عايز اوصل الكلام ده. اولا اولا اولا. البن النورمال كلوز هنا والنورمال كلوز هنا واصلة بالجراون. صح كده? اهي. النورمال كلوز هنا والنورمال كلوز هنا واصلة بالجراون. طب وطحت خمسة واثناشر. نخلص منه. يبقى تعمل جيب ده اهو. اروح اوصل النورمالي هنا اهو. والنورمالي هنا اهو. بس كده. كنترول مع الو اوصل ده بده. وهنا مع الو اوصل ده بده وبعدين سكيب صح? سكيب. فاضلي كام فاضلي هنا اتناشر وهنا خمسة. ادي الاثناشر اهي. ادي الاثناشر. وادي الخمسة اهي. بس اعمل لها خلي دي هنا. وخلي دي كده ايه على نفس الحزة بتاعها. تمام اروح بعد كده اقول له ايه? اقول له كنترول مع الو اوصل ده بده سكيب كنترول مع الو ده بده سكيب كنترول مع الو. طبعا السكيب اللي هو الزرار الموجود في الكيبورد ده. تمام? اشو ما حدش تلابط. بعد كده سكيب. يبقى كنترول ده بيجيب لي ويرنج. لو انت عايز الويرنج او من هنا. اه. وير كنترول مع الو. تمام? حلو ايه. اه. فاضلك مين بقى? فاضلك توصل بي دفولت. البن رقم واحد. والبن رقم اتنين بالنورمال كلوز بتاعت كل واحد. بالكومون اس بتاعت كل واحد. يبقى اول بن اهيه. واصلة بمين بالنورمال ايه? بالكومون بالنورمال كلوز. صح كده? طب البن التانية برضو نفس الكلام. اهو. يبقى انا كده ماشي كده تمام? سكيب بقى لكلام. حلو ايه. فاضلك مين البنة دي? واصلة بنفس الرلي بالخمسة فولت صح? ايه. كنترول مع الو البنة دي. ايه. واصلة هنا. بنفس البنة دي. صح كده? والاتنين واصلين بالخمسة فولت باي دفولت. الو مين? الخمسة فولت اللي هو النورمال ايه? النورمال كلوز مع الكمون صح? يبقى كده. اجيب دي كده اهو. واصلين مع بعض بنفس ايه? بنفس البنة. نفس الفكرة بالزبط اهي. اهو. بنة دي مع البنة دي. مع مين? مع النورمال كلوز بالكمون بتاع الخمسة اهو. اهو. ده الكومون بالنورمال كلوز الخمسة ايه. يبقى كده تمام اهو الخمسة اهي. واصلة بنفس البنات سواء البنة دي. اللي هي النورمالي بتاعت الرلي التاني. والنورمالي بتاعت الرلي الاول. كده احنا خلاص كده وصلنا كده كل حاجة وصلنا كده الوصلنا كده الوصلنا كده الفاضل بقى ازبط بس الشغل بتاعي خلي ده كده في النص كده واخليه على جنب كده لو انت عايز اهو اروح اعلم على كل دول حلين في النص بقى بهدوء كده بالراحة اعمل بقى سيف للشغل بتاعي اتأكد ان الشغل كده تمام كده ده الايه الاسكماتيك بتاعنا فاضل ايه ولا حاجة فاضل كل انت هتعمله هتقول انا عايز اقوله وعايز اعمل انوتيشن 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 عشان اغاير بس المسميات بدل ما هي معمولة علامة استفهام بالمنظر ده لقى اشيء لعلامة الاستفهام يبقى اقوله ايه اه عايز بقى وعايز 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 وابعدين اوه عادي جدا وقل له طبعا ابد اعمل روح اعمل لي ابد ايه استهي ديت بيقولك فيه 14 واحدة تمام صح كده اقول له اكيه ما فعلا 14 واكسبت فقوله روح اعمل واعمل واعمل وبعدين وريني الاررز الحمد لله ما عندكش اي اررز وقوله كلوز وقوله كلوز هتلاقي الاررز كلها روح بص كده فيش اي حاجة باللون الاحمر خالص بس اشيل ده بس كده واشيل ده كده تعمل بس في الشغل بتاعي كل حاجة كده سليمة تقدر بقى تشتغل بقى بالطريقة دي والدنيا كده تمام ما عندكش اي مشاكل خارص كده كل حاجة كده سلي طبعا بعمل كليك يمين عشان اسحب اللوحة بص كده كليك يمين بقف اي حتة بتسحب اللوحة كنترول مع العجلة طبعا الشورت كاتس دي مهمة جدا كنترول مع العجلة بيعمل زومينجا كده خلاص خلصت اهم حاجة على فكرة ده اصعب حاجة خلي بالك لانكده لو وصلت حالة غلط كل باز فانت كده قدرت تجيب اتنين ريليت حكمه في بتاع الموتور ولا يتحكم في مين بتاع الموتور ووصلتهم باليو ل ان اللي بتاعهم والان بتوصلتوا بالسويتشات بتاعتي وبعدين ده الجزء بتاع الباور بتاعه طبعا في حاجات مهمة جدا يعني بي وان دي هي الباور صح يبقى افنا على البي وان ديه وقولوا لا دي مش بي وان دي الباور خلي بقى لك بقى. صح كده? تمام جدا. ده هنا ده مش جي وان لا ده الموتر صح? ما اسمها جي وان ده سميها موتر. شريبة الكلام كده منطقي والكلام كده سليم. بس وخلاص فهمت كده الدنيا ماشية ازاي مش محتاج اكتر من كده. اقول له بس سيف اول. اقول له بقى ديزاين وعايز اروح اعمل update للبي سي بو. فيقول لك طيب انت عايز تعمل الكلام ده. اه طبعا. هقول له اهو. عشان لو في ارورز اكسكيوت. لو طبعا لك هنا ارور يبقى انت ماشي غلط. كده الحمد لله ماشيين كده تمام. اقول له وريني ارورز ما عنديش اي ارورز وقول له. واروح اشيل بقى فينا واشيل الرومينج ده. ده اسمه روم اهو اشيله. بس كده اصبح معي كل حاجة موجودة. وقدر بص على دي بتاعها. بص كده على دي دي الحاجات اللي ليها ايه اهو. دي الحاجات اللي ليها فعلا سري دي. هي دي. دي الحاجات اللي ليها سري دي. طبعا بالشفت مع كليك ييمين. شفت مع كليك ييمين. بص كده عندك تلات ريلي اهو. تلات مقاومات. الروزيتة الخضرة اللي احنا اخترنا. الابقى يبقى مالوش سري دي مش مهم. هقول له عايز اتو دي. اتو دي اهو. وهو عتنسى تغير ايه? تغير ايه? الوحدات يعني. خلي الوحدات بتاعتك تكون بمين? تكون الوحدات بتاعتك تكون بالايه? بالكيو. الكيو اللي هي اتاجل ايه. بقول له كيو. وبعدين اروح اعمل سيف للشغل بتاعي. اهو. واروح بقى احدد بقى الكلام ده وابدأ اسحابه. يبعد كده قلت له بس كيو من فيو اهي. هقول له عايز كيو خلاص. لان لقيتها بالملي ايه. يبقى الدنيا كده شغالة كده تمام. احدد بقى الكلام ده ازاي ده بتاعتك انت بقى. يعني دي ملهاش بصراحة اعتبارات الا مين عايز مين فين? يعني انا بصراحة عايز الجزء بتاع الروزيتا بتاعتي بتاعت الموتور في ناحية الايه الش اليمين. طيب والجزء بتاع الباور ناحية الشمال. والبقى يبقى رصاصه زي ما انت عايز. تعا نمسك الباور الاول. يبقى قوله الاول بس تولز. واللي ايس فاروح على الاسكماتيك وقل له تولز. وقل له بريفرانسيز. واروح اتأكد من السيستم. من الجانرال. اه سيستم جانرال. لا سيستم نافيجيشن. الكروس سليكشن موجود. اول حاجة همسكها بالشفت همسك مين? همسك الهيدر بتاع الباور. اهو. واخر حاجة همسكها الهيدر بتعمين الروزيتا بتاعت الموتر. والباقي بقى بتاعك انت. اول حاجة عايز تزبطها. عايز تزبط الاول والله عايز امسك. الروزيتا بتاعتي بمقاسف السويتش بتاعي بمقامته. البوش بوتون بمقامته. البوش بوتون بمقامته. امش بالترتيب. الاقرب في الاقرب. بعدين بتاعه. الديو بتاعه. الديو بتاعه. وبعدين اخر حاجة الموتر. بس. لازم تكون عاملت على اربعتاشر حاجة. تعاني عدهم. ادي واحد. ادين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة. تمانية. تسعة عشر احداشر. حداشر وتلاتة اربعتاشر. خمستشار حاجة ازاي? طب نقيه حاجة. واحد. اتنين. تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة. تمانية. تسع عشر احداشر. اثناشر تلاتة اش عبعتاشر خمستاشر حاجة. ماشي هيبان. هيبان ازاي كان عندي خمستشار كومبولنط ولا لا? افعلا انا علمت تعليم كلهم. تعني هذوهم بقى. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. سبعة تمانية تسع عشر احداشر اثناش تلاتة اش عبعتاشر خمستاشر صحي كده بس في ضايد مش معمول عليه select معرفش ليه في ضايد زعلان تعال نرجع تاني كده منرجع نعمل select من جديد اهو ده الاول وبعدين switch بمقاومته بالشافتة switch بمقاومته او push button يعني بمقاومته ال push button بالمقاومة بتاعته ال 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 يبقى هو كده بيرتب لك بناءة على السيليكشن اللي انت اشتغلت بيه. هقول له تولز كمبوننت بلاسمنت ريبوزيشن سيليكتد ايه كمبوننت. وبعدين بقى بالكليك يمين وابدأ. اروح مني اه ما عليش تاني تاني. انا بتاعيز اعمل كليك يمين. ما عليش عادي جدا. سيف اول. واروح اقف على ده. واشتغل تاني. اول واحدة. هعملهم بقى المرة دي بسرعة. احنا عملناه اكتر من مرة. بس انا دغطت على زرار غلط. بدل ما اعمل كليك يمين روح تضغط على المسطرة عادي جدا. ولا اي حاجة. البرنامج ده محتاج صبر يا جماعة. محتاج صبر على قد ما تقدر. محتاج منك صبر كتير جدا. شربت بس شغال صح. ما ايه ما تقولش لا انا مش هتعلم لا. صبر. خصونا انت بتعمل التراكس فيه نايزة تعمل التراكس مانيوال. هروح بقى على الهو. كل حاجة تعملها لسه الليكت معادة واحدة خلاص. قلنا فعلا فيه ناس بتعمل التراكس مانيوال. ممكن اقول لك عليها النهاردة الحركة دي. مانيوال بقديك. يبقى ريبوزيشن سيلكت كومبوننت. وطبعا هنا اقول له بقى كليك يمين. بص كده كليك يمين واسحب اللوحة. مش مصطرة لك كليك يمينة. وابدأ بقى ارصص اللوحة زي ما انت عايز. خليها في النص هنا. طبعا ممكن اعمل كنترول مع الايه مع العجلة. عشان اعمل زوم. ادي اول واحدة. خليها هنا. وده السويتش صح. السويتش اروح اعمل له ايه. اعمل له روتيت ادي السويتش. وبعدين دي مين. دي مقاومة صح. قريبة او من مين من ديت. ممكن احط المقاومة هنا. اعمل. وبعدين دي السويتش تاني او. او. بالمقاومة بتاعته او. وبعدين ده السويتش تالت او. بالمقاومة بتاعته او. عشان يكونوا قريبين من بعض ايه. طبعا في كروس ايه. بص مقنارة من الكروس ايه عادي ايه. تمام. ده مين ده ال ULN او. هو ده ال ULN بتاني. وبعدين. محتاج الديد. الديد ده واصل. خلي الديد ده واصل كده او. بالريلي. الريلي خليه فوق. كليك يمين. ده الريلي الاول. اه خلي بالك. ده الديد بتاع الريلي. ماشي هنزبط. ده دايد. بتاع الريلي. وده من غير دايد هجيبه تحتنا. ماشي وده الموتر. فضيلي واحدة بس. خلي بالك تبص كده. كنترول زد. بص بقى. ده كده. الديد بتاعه تحت منه اهو. وفي دايد تاني اهو. اروح اجيبه. الايو هراح انori. ماتر Brotherann يبقى دلوقتي بس فضيلي الجزء بتاع الايه. الديد اهو الديد اهو التيالت ده. مع الآلي التالتي. بس نزبط بس الكلام تعال بقى. الايه واحدة واحدة كده. الديد ده مع اول اي ده اهو. والده ده مع اول ده بص كده اهو. والديد ده مع اول اولfound like. تلت بص Ak. واصل كده تده تمام. علشان الدنيا بس بوزت كده شوية تعاني اخد دقاء السويتشات دي كده ونبدأ واحدة واحدة كده بيدوب كل سويتش مع مين مع المقاومة بتاعته ده السويتش الاول اهو هل بقى المقاومة كده معدولة ولا مقلوبة تعاني اعدالها كده ونقلبها لحد لما نزبط كده الدنيا يعني تمام كده دي المقاومة مع السويتش الاول وبعدين ده السويتش التاني اهو ودي المقاومة بتاعته برضو ايه نعدالها كده عشان تبقى الدنيا كده سليمة حلوة او ده السويتش الثالث ده السويتش الثالث او البوش بوتن الثالث مع المقاومة بتاعته يبقى تعالي نخلي التلاتة دول على نفس الحزن ازاي بقى انا اعلم عليهم كليكي مين واقوله اعمل لهم بس من ناحية الهريزونتلي يبقى كده قد بعض ومن ناحية الطب تمام كده لحد ازيل اللحظة وطبعا ده سويتش 1 اقدر اخلي الكلمة دي تحت سويتش 2 اخلي الكلمة دي تحت سويتش 3 اخلي الكلمة دي برضو تحت فاضل الرليهات دار لي اقاسف المقاومات الريزيستنس بتاعتي ار وان وارتو دي ما ليش لازم تكون ار ستة اربعين خالص يعني ممكن اخليها ار سري عادي يعني خليها ار سري مش محتاج ار ممكن اديها القيمة بتاعتها خلي بالك يعني دي اقول له مية كام ولا دي الف دي واحد كي صح؟ ودي برضو واحد كي عشان انت بتشتغل ودي برضو واحد كي طبعا ده سويتش 1 وسويتش 2 وسويتش 3 لازم تكون عارف مين فيهم بس مين فيهم المسؤولين عن الريزيستنس ومين فيهم المسؤولين عن السبيد يعني تعال كده نروح على نعمل سيف بس ونروح على السكماتيك بتاعنا السويتش تلاتة واثنين مسؤولين وده اللي سبيد يبقى نقدر نغير بقى نخلي اس ون ده سبيد او اس ون ده نقدر نخليه سبيد سبيد طب وده دي ار ون طب وده دي ار تو واحدة في الاتجاه والتانية في الاتجاه العكس دي ار تو يبقى كده الدنيا كده شغالة تمام ودول بقى خليهم التلاتة يكونوا من ناحية الطب الالاين ناحية الطب يكونوا زي بعض بس كده تمام ودول نفس الكلام برضو كليك يمين واخلي الالاين ناحية الطب تمام زي بعض ده السويتشات خلصت اهو ممكن اقرب دول شوية لو انت عايز قربهم شوية كده تحت كده الدنيا كده تمام بالنسبة وده الموتور بتاعي ده الموتور قدر بيخليه كده لو انا عايز بالمسطرة براحت اهو وبعدين دي بقى ايه الريليهات ريليه واحد ريليه اتنين هو بسميها كيه مش مهم بتاعي نسميها ريليه انت حر يعني براحتك يبقى اقف على ده وده كده اهو من الاتنين دول مع بعض اهو اسحبهم كده تحت شوية كده بالمنظر ده والباور اقدر اخلي الباور تحت كده اهو طبعا كليك يمين باسحب اللوحة كنترول مع العجل بعمل زوم بقى قف على حاجة بالمسطرة بعمل لها روتيت قلنا الكلام ده اكتر من مرة بقف على حاجة بالمسطرة بعمل لها روتيت بس عايز بقى ازبط بقى دول دول مع بعض اهو هم بالمنظر ده برضو دول مع بعض بالمنظر ده ازبط بقى اللوحة عشان حاس ان في حاجات كتيرة ايه يعني لو علمت على دول كده اهو هم اقدر اسحبهم بقى ناحية ايه الجزء ده بس تملاحظ ان في هنا ايه بص كده في ايه كروس اهو ينفع عرب منه اهو ينفع تعال ندرب اهو برضو الى حد ما يعني الكروس مراحش اهو وخلي ده هنا ايه بالمنظر ده كده تمام كده حد ازيل لحظة كده انا بحاول بقدر الامكان يعني اوفر مساحة كنترول مع العجل عشان اعمل زوم تعال نروح بقى على الرليهات الرليهات مش متزبطة بصراحة ده دي وان ده دي تو ده دي سري بعلم على ده وده وده واقول له كليك يمين وعايز اعمل لهم دي ستريبيوشن يقول ثلاثة اقضى بعض دي ستريبيوشن ايه هريزونتلي كليك يمين وخليه من ناحية البطن تحت بعض اهو جنبه تحت بعض يعني من تحت متزبطين اهو بالزبط كده ده وده وده كليك يمين واقول له عايز دي ستريبيوشن برضو عشان يبقى في مسافات مصبوطة ومن ناحية البطن برضو متزبطين من تحت من البطن بس الدنيا كده شغالك كده تمام ممكن نشيل شوية مساحات ما بينهم براحتك لو انت عايز تضيق شوية طبعا ده اهو خليها هنا وهنا وهنا طبعا انا نحس ان في مساحات ممكن نستغلها يعني ممكن اوقف كده اعلم على دول كده واروح اجيب ده كده شوية وفي مساحات كان ممكن نستغلها هي يعني صعبة شوية بس نحاول كده اعتقد كده كفاية مش عايزين نعمل اكتر من كده لحسن ايه الدنيا تبوز مني ممكن اضيق شوية يعني تعال كده مثلا رلي ده بده نسحب سينا كده عشان نخسر حاجة ده بده نسحب سينا كده شوية كده تمام كده وادل ايه المطر بتاعي يكون واصل على الحروف خالص طبعا وادل يو ال ان كده تمام طبعا ده يو ال ان الشيل ده وكتب يو ال ان يو ال ان الفين وتلاتة واقدر بقى يخليه في اي مكان براحتي خليه مثلا هنا كده تمام والموترو برا خالص والموترو يعني اروح ابص كده على الدايرة عم بس سيف واقول له سري دي اصحبها بس كده يعني الدايرة كده بتاعتي اشغالها كده تمام الى حد ما شفت مع شفت مع كليك يمين صح شفت مع كليك يمين بس طبعا الروزيتا روزيتة سليمة اهي حلي بالك اي من هنا ابدأ اركب انا الكابلات خلي بالك تمام واتي المقاومات ادي ال والمقاومات بتاعة السويتشات اي بتاعة البوش بوتنز كل الريلي بالضيوت بتاعه كل الريلي بالضيوت بتاعه ده الجزء بتاع الباور كده يعني الديلق كده تشغلها تمام اروح بقى على وقل له عايز وابدأ اقطعها اقطعها ازي اقول له وقل له عايز وبعدين وقل له عايز اعمل بس كده وابدأ بقى اشيل بقى لحاجات لملاش لازمة يعني اقلل على الدماطر اشيل الشيئ من يمين والشمال صح اشيل بقى من هنا خالص بقى من يمين اش من كل اتجاهات يعني وابدأ شيل على الدماطر طبعا في حاجات ملاش لازمة اين olv Unidos مثلا ده ممكن اشيل تاني يعني صح مع القدر الزبط وده كمان برضو ده مالوش لازمة ان اهنا سيب مساحة من وره من هنا اشيل ده برضو على قد ما اقدر حتى لو واحد ملي هيفرق بالنسبة لي اه طبعا يفرق في التكليفة لو بتعمل كلميات يعني خلاص كده ده كما مالوش لازمة ان انا اخلي حاجة من هنا ايه قبل السويتش كده على فكرة ممكن اشير الجزء ده صح ان اخليه كده اهو بالمنظر ده واخليه ده الفوق صح على قد ما اقدر يعني وتعال قول له عايزين view 2d واخليه ده الفوق المشكلة الاسبيد ايه والديريكشن 1 اهو والديريكشن 2 اهو وفرت مساح على قد ما اقدر طبعا فيه الناس هتقول لي انت كده ما وفرتش كتير لا مقدر المستطاع وخلي الباور والموتور الاثنين عن نفس الحيزة تقريبا يعني يعني كليك يمين واقول له الالاين يكون من ناحية الطب للاثنين من ناحية الطب او للاثنين يبقى الاثنين عن نفس الحيزة تقريبا بس كده والمساحة من هنا الهنا الهنا الستة دول يكونوا في النص بالزبط يعني دول يكونوا على قد ما اقدر في النص بالزبط على قد ما اقدر يعني ممكن على فكرة اعمل حركة تاني اوفر مساحة كمان من هنا ده K1 او وده K2 او وده K3 او طبعا الحاجات دي ما بتشرحش يعني دي بتيجي مع الايه مع التجربة والخبرة يعني مع الوقت هقول له view وعايز وده K3 او وده K3 او وده K3 او اعمل وشير الحتة اللي فودي كمان هتقول لي انت بخيل جدا اه طبعا لازم تكون بخيل جدا في البي سي بي جدا ليه لان اللوحة دي بفلوس فانت لو تعمل واحدة ماشي لكن لو تعمل الاف لا يبقى التكلفة الكوستة يفري بالنسبة لك جامع على كل ما الكارتة اللوحة تكون صغيرة تكون افضل طبعا يعني في عامل التكلفة مهمة جدا انه انت بتعمل ديزاين للوحات كتيرة اوي لازم تكون بخيل قدر الامكان هنا في الايه في اللوحة بتاعتك البي سي بي كده خلص خلصت هقول له بقى وريني بقى السري دي بتاعها اشوفها كده شغالة كده تمام الدنيا كده شغالة تمام فيش اي مشاكل خالص كده الحمد لله كده تمام ما فيش مشاكل خالص والدنيا كده سليمة اهو ده الدزاين الي احنا وصلنا له ده الباور بتاعي ودي ده الموتور بتاعي السبيد والديريكشن 1 وديريكشن 2 بتاعت البوش بوتونز بتاعتي السويتشات ديت بالمقاومات بتاعتها ال ULN تلاتة رليا بل دايتز بتاعتهم التلاتة بتوع ال ايه الطيار المرتد الطيار الراجع يبديني هكده شغالة كده تمام فيش اي مشاكل خالص اروح بس اقول له view وعايز وابدأ بقى ان انا ازبط بقى الجزء بتاع الدزاين والرولز مهم قبل بروح اعمل وقول له اشغلني على اتنين لير ماشي ما فيش مشاكل خالص لان اشتغل CNC مثلا وبعدين اروح اشتغل بالكليرانس خليها O.5 من الميلي بس طبعا لازم اتأكد من حاجة انك انت شغال بالميلي اصلا طب مش شغال بالميلي view واقول له q صح يبقى تمام كده ارجعتيني design rules واروح اشتغل بالميلي في الكليرانس اقول له O.5 كفاية قوي نص ميلي وعايز بتاعي يكون واحد ونص ميلي وهنا اتنين ميلي وهنا واحد ميلي عشان بس يستحمل الطيار لان ده relay يكون في طيار عالي وبعدين بتاعتي تكون على top الخلاص كده كل حاجة كده شغالة تمام واقول له بس ايه اقول له اوكي اروح بقى اشتغل كده اقول له عايز اعمل auto routing نجرب auto routing واقول له ايه route all لو طلعت في مشاكل ابدأ اقلر شوية مين اقلر شوية في الويدز بتاعي وهنا مش مشاكل بس طبعا بازت الدنيا ليه ليه لان انا شغال بواحد ونص ايه كتراك يعني كتراك كبير قوي لو زبطت بقى اللوحة وبدأت ان انا اوسع مساحات مش هيحصل المشاكل دي فانا هقول له لا control مع الزت واروح على design مع رولز وابدأ اخلي الويدز بتاعي يكون هنا كفاية واحد ميلي هنا واحد ونص ميلي وهنا مص ميلي وقل له اوكي ونجرب كده save all عايز عايز وقل له كده مدأ تمام بس في مشاكل طبعا زي ما اتفقنا مشكلة كلها فين؟ في الحاجات اللي زي كده ده مثلا هعمل مع ايه؟ دي مشكلة كبيرة دي هلينفع اوصل درقة بشكل تاني؟ اهي دي مشكلة هلينفع اجي من هنا ووصله كده؟ صعب شوي صعب؟ بس كده؟ شايف ده وصل مين بمين؟ طب هو ليه موصلوش هنا على طول دايريكت عشان الحتة دي شايف يقدر يوصله دايريكت فالحتة دي بايزة دي باوزة مني فهاتطر اعمليها اتطر كده غصب عني كنترول زد وكبر اللوحة شوية اتطر غصب عني هكبر اللوحة شوية على قدر الإمكانية هقول له view هقول له عايز البلانينج مود وعايز الديزاين عايز اعمل edit للوحة وابدأ اكبر اللوحة قدر المستطاع كبرها مثلا من فوق شوية ومن هنا شوية وابدأ اسحب طبعا هكبرها بقدر المستطاع من هنا شوية برضو ومن هنا شوية وخلي بعدها على الحروف وده على الحروف زي ما كانت وخلي دول على الحروف زي ما كانوا اهم عشان نتجنب بس المشكلة ديت اوسع بس النفس شوية وده برضو على الحرف خالص واجب ده شوية كده ودول برضو سواني ده مع ده بقى اهم وده مع ده وده يخليه في النص كده قدر المستطاع طبعا ده مع ده مع ده يكونوا ناحية اللي ايه ناحية الطب ناحية الطب تمام دول ممكن نسحبهم سنة بسيطة تحت وده مع ده برضو سنة بسيطة تحت وليو قل ليه نخليه في النص كده ده مع ده مع ده سنة بسيطة فوق وده مع ده مع ده سنة بسيطة كده تحت وابدأ اشتغل اقول له بسيف وعايز اعمل راوتنج اوتو راوتنج اهو قول وبعدين راوت قول كده ان شاء الله المشكلة هتتحل قدر المستطاع برضو المشكلة دي مازالت موجودة الحتة دي فيها مشكلة هل بقى دي لها حل دي الوحيد اللي عملا مشكلة معي الحتة دي شايف ده كده نحاول بقى نوصله بقى ايه نوصله بشكل مختلف شوية هو ده اللي مبوزت دي وللأسف ملوش حل يعني غير ان انا هعمله على كذا لير يعني طيب بص كده ده ملوش حل خالص طيب هقول له كنترول مع الزد وتعال نغير لايه شكل الحاجة نخليها بشكل مختلف خالص يعني تعال ده مع ده نعمل لهم روتيت ههم مسككم وعمل لهم روتيت بالمنظر ده طيب ده مع ده واعمل لهم روتيت اه بالمنظر ده ده مع ده احليهم كده او اعمل لهم روتيت برده خلي ده هنا والباور كده اهو ده ده مع ده يكون ناحية الايه الليفت الالاين ناحية الليفت ده مع ده يكون الالاين ناحية الليفت موضوع بس محتاج شوية ايه شوية مجهود مننا معلش الالاين يكون ناحية الليفت اهو وده ممكن نخليه في النص كده خلي الموتور يكون فوق خالص بالمنظر ده اهو حاول نجرب الايه التعديلات اللي احنا عملناها والباور خلي الباور في اي حتة براحتك وليقل لين ممكن نخليه معدول قدر المستطاع اهو في حتة فضية خالص ايه ممكن نحط فيها الموتور كده متزبط كده اهو في حتة فضية خالص مش حلوة بصراحة بس يعني بنحاول بقدر الامكان نتحايل على ايه على القانون ايه اهو هقول له روح اعملي بقى نجرب بعد التعديلات دي طبعا الموضوع محتاج وقت يعني راوت اول اوتو راوت تقعد بقى تجرب لحد لما يطلع لك مفيش اي مشاكل اعتقد كده الدنيا كده شغالة افضل بجديدة طبعا ممكن هزود بقى المساحة اللي تحت بقى نشايف دي ازودها سنة صغيرة يعني اقول له عايز هقول له ان راوت اول وكبر الايه التراك بتاعي نقول ده تزاين لك اكبر تراك رولز كده تزاين رولز ونخلي ده واحد ونص وده توميل وده واحد ونص هندرب ما اشتغلتش نرجع للليه اللي احنا كنا عمدينه من شوية هو بعدين اقول له عايز راوت بقى خلاص اهي اوتو راوت اول وراوت اول كده الدنيا حلوة كده مفيش اي مشاكل خالص ده اللي احنا وصلنا له بعد كل الايه المجهود الراهيض طبعا انت قدر بقى تلاجع يدوي يعني احنا كنا بقول له من شوية انا عايز اوصل ده بدا يدوي طبعا اعمل له دليت كده عايز توصليه هذا ببكا كنترول مع الدابليо انا بP ve راحتك انا بقى تقدر تشتغل اي حاجة الراحتك بقى تقدر تشتغل اي حاجة كنترول مع الدابليو بس لازم تختارها تشتغل انا أشتغل اي ه scent اهو اوحي اهي اراغ عايز تشتغل بقى top bottom زي ما انت عايز المهم ايه التراكس تكون مصبوطة براحبة. شايف ده. ده شغال bottom اهو. عايز تروح تشيل ده كده. وتشيل ده كده. اهو سوري. تشيل ده كده اهو. وتشيل ده كده كمان اهو. وروح اشتغل بقى. اقول له مثلا ان هشتغل في bottom layer. اقول لو اوصل ده بدا. يبقى كنترول مع الدولي ووصل ده بدا. اهو. بالمنظر ده كده. المهم انكتة تكون متأكد انكتة كده شغال تمام. ما فيش اي مشاكل خ ده برضو نفس الكلام. ده مش عاجبك مسلا شكله? مسلا. اروح اعمله دليت. لو مش عاجبك شكله. اهو. بقول له هشتغل في bottom layer. عايز تشتغل في top. كمل عادي ما ده شغال top. ممكن تروح تشتغل في top عادي. اهو. control مع الدولي وتوصل ده بدا. هلا ينفع. دنيا كده شغالة كده تمام. تمام? يبقى كده كل حاجة كده شغالة كده سليمة. فيش اي مشاكل على الايها. على الاطلاق. عايز تعمل control z وترجع كل حاجة زي ما كانت control z اهو. control z. لحد لما ايه? control z control z control z. اقول له control y بقى يرجع لك اخر حاجة اللي هو الروتنج اللي احنا عملناه. بس كده. control y يرجع لك اخر حاجة. بس. كده الدنيا كده شغالة تمام? اقول له بقى عايز اروح اعمل ايه? الفيو بتاعي. وعايز سري دي بتاعي اتأكد بس ان الشكل كده تمام? اعتقد يعني الشكل كده مناسب جدا 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 جدا. ده شكل الايه? السيركت بتاعتي اهو طبعا شفت مع كليك شفت مع كليك يمين عشان ابص على اللوحة بتاعتي. طبعا فيه مساحة كبيرة جدا ملهاش لازم. لو تقدر تقلل اقلم. بس كده خلاص الباور بتاعي اهو. السويتشات بتاعتي مع المقاومات الروزيتا التلاتة اللي كده الدنيا كده شغالة. تمام? فاضل بس انك انت تكتب اسمك. وتروح تكتب اسمك بقى بالايه? بالطوب لاير بالبوتوم لاير زي ما انت عايز اكتبوا هنا بالبوتوم لاير. واروح اجيب هنا السترينج من هنا اهو. واكتب بقى الاسم زي ما انت عايز. او اكتب اسم اللوحة الهدف منها زي ما انت عايز. بس طبعا نخلي لايه? الخاصائص بتاعتها تكون مسلا ترو تايب. تكون بولد. تكون مسلا اتنين ونص ميلي. تمام? تكون اتاليك. وابدأ بقى احطها في اي حتة انت ايه? انت عايز. اقول له save. يبقى كده الحمد لله خلصنا الايه? الشغل بتاعنا. اخر مرة بقول له view 3D الشغل بتاعنا اهو تمام ما فيش اي مشاكل خالص على الاطلاق. view 2D ده الPCD بتاعتي. وده الاسكماتيك بتاعي. كده ما فيش اي اخطاق. طبعا تقدر تطلع PCB اكتر من دي. افضل من دي. تقدر فعلا تطلع PCB افضل من دي مع الوقت يعني. تبقى اتبقى بشكل افضل. تزبط بقى التراكس. المساحات الفاضية دي. بس احنا عشان بس وقت الفيديو. حاول المساحات الفاضية دي. بسموها او الجزء الميت في النحاس ده مالوش لازمة. يعني شيلوا بقى بقدر الامكان. زبط بقى لو في حاجة مسلا زي كده. عايزة مسلا تتزبط بقى يعني دي مكانها مش صح. مسلا ديت. قادر اجيبها احطها مسلا هنا. يعني على قد ما تقدر ايه. زبط بقى الشغل بتاعك بقدر الامكان يكون ايه شكله كويس. هقول له view عايز 3D. كده الشكلة بقى ايه بقى افضل شوية. الى حد المية. وقل له save all. وكده تكون انتهت من حضرتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.